الفرس العجيب حكاية من التراث السلافي كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك شاب يدعى إيفان سأمسك بك اليوم ما الذي يريد أن يفعله إيفان قبل بضعة أيام قام شخص ما بتدمير حقل القمح الذي يملكه إيفان لذلك صمم على أن يمسكه وينزل به العقاب لأنه خرب حقل القمح ها هو قادم إذن فهذا الحصان هو الذي حطم حقل القمح ها هو قادم سأخذك إلى السوق كي أبيعك هذا هو العقاب الذي تستحقه بك الحصان بمرارة وطلب الصفحة والسماح فتأثر إيبان وعطف عليه وقرر أن يسامحه وردا للمعروف الذي أسداه إيبان للحصان فإن الحصان كافأه بحصانين جميلين وثالث غريب الشكل فسارع إيبان لبيعها في السوق الحصانان الجميلان أدهش الناس بمنظرهم العجيب أما الحصان الآخر الغريب الشكل فقد جعل الناس يضحكون من شكله كثيرا إنه ذو أذنين طويلتين وجسم مليء بالوقع وكان له سنامان كسنامي الجمل حتى لو كان لديك أذنان طويلتان وعلى ظهريك سنامان فإنك ستظل حصان متميزاً ما قاله إيبان هو الحقيقة إضافة إلى ذلك فإن هذا الحصان بسناميه الغريبين قادر على القيام بأعمال لا يستطيع حصان آخر أن يفعلها وحينما سمع ملك تلك البلدة بخبر الحصان طلب رؤيته فماذا حصل يا ترى؟ كل هذا المبلغ؟ كيف تريدني أن أدفع لك كل هذا المبلغ لك هذه الخيول البائسة؟ ولكن سيدي أخرس أرموه خارجاً هو والحصان الأحدب هيا يهله من رجل غريب لا تقلق يا إيبان أترك الأمور لي أنا وسأتصرف إيبان إيبان انتظر أرجوك أن تفعل شيئاً هذه الخيول مزعجة افعل شيئاً من عجلها اهدئي أيتها الخيول اهدئي وكوني هادئة جداً رائع وهكذا تقرر أن يعمل إيبان سائساً في إسطبل الخيول ما رأيك يا عزيزتي؟ هذه الخيول الرائعة سوف أهديك إياها كانت ملكة القمر تزدر الملك وتستخف به لكن الملك كان يحبها كثيراً ويتمنى أن يرضيها أو يا عزيزتي قولي لماذا تريدنا أن أديك؟ طائر الناري طائر الناري أحضره حالاً سارع الملك في تنفيذ ذلك حيث أمر إيفان أن يصيد لها ذلك الطائر في الحقيقة أن الملك لا تريد هذا الطائر أبداً إلا أنها أرادت أن تتخلص من هذا الزوج أخذ إيفان الفرس العجيب والقليل من عصير العنب وبعض حبات الذرة وسار في طريق بحثه عن طائر النار وقطع مسافات طويلة بين الغابات والوديان والجبال يجب علينا أن نسرع كان الفرس يعلم بأن الأشعة الساطعة خلف الجبال هي أسراب من الطيور النارية التي كانت تبحث عن الطعام وجد إيفان أسراباً من تلك الطيور عند بحيرة كبيرة خلف ستة من الجبال اتبع إيفان كل تعليمات الفرس بدقة سكب عصير العنب على حبات الذرة وقذفها أمام الطيور كي تأكلها الآن قارت الطيور عالياً فصبغت السماء بالذهب عدا طائراً واحداً أكل حبات الذرة المخضبة بعصير العنب فاختل توازنه يا له من طائر جميل أحسنت حتى بعد أن أعطى الملك الطيور النارية لزوجته فإنها لا زالت ترفضه طلبت الملكة شيئاً آخر ألا وهو خاتم صغير عند حوت كبير يعيش في أعماق البحر وسارع الملك حالاً وأمر إيفان بالذهاب إلى هناك والمجيء بذلك الخاتم راقب إيفان الحوت الكبير فوجده مفتجعاً في البحر أوه أيها الحوت الضخم يا ملك البحار أرجوك أن تعطيني الخاتم أتوسل إليك تأثر الحوت كثيراً من توسلات إيفان فوافق أن يعطيه الخاتم لكن على شرط واحد وهو أن يعالج إيفان الحوت من مرض وألم قوي في بطنه الحوت كان قد هاجم الكثير من السفن في البحر وهي كانت السبب في آلام بطنه المبرحة بدأ إيفان يمرر ذيل حصانه على جسد الحوت ويداعبه نجح إيفان في علاج الحوت وتقديراً لجهوده الكبيرة أمر الحوت الكبير أتباعه أن يبحث له عن الخاتم من الممكن أن يكون هنا في مكان ما لقد وجدته 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 هاوه 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 أعطى الزوج الخاتم إلى زوجته لكنها أصرت على رفضه ماذا أفعل من أجلك أخبريني سيدي أنت رجل كبير جداً وأنا لازلت في السابعة عشر يجب عليك أن تدخل في ثلاث قدور لكي تستعيد شبابك وتكون شاباً رائعاً وطلبت الزوجة من زوجها أن يغمر نفسه في قدر مليئة بالحليب المغلي وأخرى بالماء المغلي وثالثة بعصير العنب حانته م Datir مين حالة ؟ مهي 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 لكن ماذا أفعل مهي الش Specific مهي أعطني القوة مهي 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 سأطلب من إيفان أن يغتس هو أولاً مهي مهي ها فكرة لا رعا يا عالم يلم يم نفكر بها أحضر إيفان حالا سيدي تريدني أن أغطس في القدور؟ لماذا يا سيدي؟ لماذا؟ إيفان لا تقلق يا إيفان اترك كل شيء لأنا سأساعدك غمر الفرس ذيله في قدر الحليب ثم نثر قطرتين منه على إيفان إيفان تستطيع التغطس الآن؟ هيا إن إيفان لم يحترق حسنا أستطيع أن أجرب أنا لقد تحول إيفان إلى رجل قوي جدا فسارع الزوج حالا وغطس في الحليب المغلي بعدما شاهد ما حدث للبطل إيفان يا إلهي إنها تغلي لكن يجب أن لا أقول بأنها تغلي نعم أجل أن أستعيد شبابي أجل يجب أن أستعيد شبابي لقد كان الزوج غبيا فعلا وبقي داخل القدر فترة أطول ماذا تعتقدون قد جرى له؟ أصبح الزوج العجوز طفلا صغيرا جدا فتمكنت الزوجة من أن تطلقه بعد ذلك تزوج الشاب إيفان من الزوجة المطلقة وعاش بمحبة وأمان أما الطفل فقد قرر إيفان أن يعتني به حتى يكبر موسيقى 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 موسيقى